بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم على عملية تبادل الغازات الكميكا الانبوت الحقيقة الموجود في البلد وبالتالي بتأثر على سانوكسير الكربون يعني هي بتبقى مش حساسة لسانوكسير الكربون مباشرة لكنها بتتأثر به بطريق غير مباشرة لانه سانوكسير الكربون لما بيجيد بيرفع لك الهايدروجين ايون اللي هي بتبقى سنستيبلي طيب يبقى انا عندي كربون دوكسير دلوقتي جاي من الخلايا من السيل زيه من نتيجة الميتابوليزم فوجود المية في التشوء يديك ايه لانه تخيل ان انا اقول لك ان دي بلد كابيلر دي شعيرة دموية واحنا الوقتي موجودين عند السيل السيل طلعت ايه سانوكسير الكربون في الدم يتفعل السيل اكسير الكربون مع المية فوجود الكربونيك انهايدريز انزيم اسمه الكربونيك انهايدريز داخل الكرة الدم الحمرة ويكون لك الكربونيك أسيد هذا الكربونيك أسيد بيبقى ويك أسيد حمض ضعيف يقوم يتفتت على طول ويديك هايدروجين ايونز وبيكربونات يبقى كل ما زاد الكونسنتريشن اف كربون دوكسايد كل ما زاد الكونسنتريشن اف هيدروجين اين وبالتالي يقل على طول بالتباعية يبقى الدم أصبح أسيديك يبقى من اللي كان مسابق بالمشكلة الوقتي هو زيادة الكربون دوكسايد يبقى أنا لازم أتخلص منه لما الدم يوصل بقى من الخلايا ويمشى في الدم لحد ما يوصل ليه اللانج يبدأ التفاعل ده شعارة دموية ليه البلمنوري لانج بالشكل ده هيبقى الدم ما جاي لها الوقتي سانوكسر الكربون معظم وبيبقى يتحرك فيه الدم على بايكربونيت يوم يحصل الاتحاد ما بين ايه يحصل التفاعل عكسي بقى تاني ده فين على مستوى اللانج يبقى وإحنا عند الانسجة التفاعل ماشي بالشكل ده ويحول سانوكسر الكربون لبيكربونيت وانا بحاول البيكربونيت بيطلع على هيدروجين لكن once ان الدم يوصل للبلمنوري لانجيس عند اللانج يحصل لنعكس أو عكس التفاعل ده البيكربونيت يتحد مع البيكربونيت مع الهايدروجين آيون ويبدأ يكون الكربونيك أسد الكربونيك أسد في وجه الكربونيك أنا هيدريز عشان ما يمنعش يرجع تاني يتحول تاني بالشكل ده يحوله لك لمية وسانوكسيد الكربون يزيد تركيز السانوكسيد الكربوني في الحالة دي فيطلع يحصل من البلود ويروح لإيه للانج وين هيدروجين آيون رايزيس لما ارتفع تركيز الهايدروجين آيون في البلود ريسپيراتري سنتر انكريزز ذريعات انديبس وذلك يزاود معدل وعمق التنفس في خطوة للتخلص من سانوكسيد الكربون والحصول على الوكسجين ريسپيراتري سنتر إز نوت افكتد داريك لبا لوو اوكسجين انده لبا يتأثرش ان انا ايه نقص اوكسجين عندي لا ده زي ما قلتلك اتأثرت بايه بمستوى الهايدروجين آيون اللي هو كان بيتأثر بتركيز سانوكسيد الكربون بوط ثرو ذا كيموري سيبتور لكن الكيموري سيبتور هي اللي بتبقى حساسة لمستوى الاكسجين يبقى الريسپيراتري سنتر موجود في البلودالة انجا يتحسس للأكسجين لا ده هو حساس لمين للهايدروجين آيون الكيموري سيبتور زي بقى التانية زي الكارويتر أرترز والأورتك الباضي والكلام ده هو اللي بيبقى حساس للأكسجين الكيموري سيبتور زي الكارويتك باضي والأورتك باضي لوكايتد في الشريان الرئيسي الرئيسية وده لوكايتد في الأورتة لما مستوى الأكسجين يقل تبعت إشارات لأكسجين ويبعت الإشارات اللي قلنا عليها عن طريق الانتركستل نيرفز أو الفرينيك نيرفز عشان تزور الكنتركشن بتاع الانتركستل المسل أو بتزور الكنتركشن بتاع الديافراجم وبالتالي يزور عملية البريسينج أو الانسباريش ده باختصار كده الغاز اكسجينج بقى في الباضي نقول الاجسترنال ريس باريشن الغاز اكسجينج بتوين الار الالفالي and البلود in the بالموناري كابلرز هنبدأ نقول معنى إيه هنه نتكلم الوقت احنا بدنا نتكلم على يعني التبادل للغازات هنكلم عليه في التنفس الخارجي يبقى يعمل اكسجينج بتوين ايه الار and الموجود في الالفالي يعني والبلود وقلنا قبل كده معنى اكسجينج بتوين البلود والتيشو أو طيب هنا هيتم طبعا في البرموناري كابلرز وهناك لما يبقى وصلنا للتيشو عن طريق فنخليني اول حاجة في الاكسترنال رسباريش انا عندي جازكس تشينج بتوين الار in the alpha and the blood in the pulmonary كابلرز البرش للاكسجين يعني ضغط الجزئ للاكسجين is higher in the air طبعا الهوى داخل كده في اللانج محمل بايه الاكسجين عن مين عن الدم الموجود طيب والبرش البرش الكربون دوكسجين اعلى من هنا وبالتالي يحصل عملية ديفيوز الاكسجين from the air to the blood and الكربون داكسجين from the blood to the air يبقى الاكسجين ديفيوز into the blood والكربون داكسجين ديفيوز into the air الاكسجين binds to the هميغلوبين بعد كده الاكسجين بيرتطبط بالهميغلوبين معظمه طبعا بيرتطبط من هميغلوبين وجزء ثاني يبقى داخل داخل اه اه فنا عندي ايه منها اه 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 معظم الهميغلوبين بيرتطبط بمعظم اصد الاكسجين كده طبعا وبيديك اه 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 اللي انت شايفه دا بتشبع به تمن زرات من الاكسجين لان فيه اربع زرات من الحديد كل زرة من الحديد في الهميغلوبين بتاخد اه اتنين اكسجين يعني جزئة من الاكسجين فانا عنت اربعة في اتنين يبقى عندي تمن زرات اكسجين يبقى كل اربع اربع حديد بياخدوا ايه تمن زرات اكسجين او اربع جزئات اكسجين طيب يبقى لما تيجي تتكلم بقى نقطة الفة نظرك ليه لما تتكلم على اكسسنر سباريش يبقى لازم تتكلم على حكتين تتكلم على الاكسجين وتتكلم على السنوكسجين الكربون احنا هنا الوقت عملنا ايه وضحت لك ان الضغط او تركيز الاكسجين في الهواء اللي داخل الرئة اعلى من تركيز البلد وقلنا يحصل الاكسجين يدخل البلد يطلع من يدخل البلد لما يدخل البلد ايه اللي يحصله يرتبط مع الهيموجلوبين اهو هذا الهيموجلوبين ده دي اكساموجلوبين يعني من غير ايه هيموجلوبين هيموجلوبين العادي الموجود فيه حوالي 280 الف جزء داخل ايه الاربسيز الواحد هيرتبط مع الاكسجين يدك الاكسي هيموجلوبين يبقى ده لو ده بلموناري كابيلرز لو انا فطردت ده جدلا ان ده بلموناري كابيلرز يبقى الهيموجلوبين جاي كده ما فيهوش اكسجين غير محمل بالاكسجين يرتبط مع الاكسجين وديك الاكسي هيموجلوبين سأم قلتلك ايه كلك زي HP4 في 4 حديد يبقى يرتبط بكم بتمانية اكسجين ده البلموناري كابيلرز خلاص الدم تحمل الوقت بايه بالدم بالاكسجين يبقى النقطة التانية بقى انا خلاصنا الكلام عن الاكسجين نبدأ نتكلم على مين على ساني اكسيدي الكربون قلنا ساني اكسيدي الكربون الوقت كان تركيزه في البلود كابيلرز اعلى من تركيزه في في اللونج وبالتالي حصله ديفيوز اوت فروم ذا بلود تو دا اير ان ذا لانج اسكاريد ذا بلود بالاسمة اسباي كاريند والاكسيدي الكربون الوقت اللي جاي من الانسجة والخلاق يمشي في الدم على هيئة ايه على هيئة بايكربونيت وانتا شفت ليه ويرجعت يتحول الى سنوكسيدي الكربون في الدم في الشعارات اللينج يعني هو جاي من خلاق سي او تو قلنا مع المية هيديك الكربونيك اسد وقلت لك ضحام الضعيف يتحل يبقى ايه يتحل يبقى هيدرشون ايون يروح يأثر على الاسبريتر سينتر ويطلع لك الباي كربونيت الموجودة في الدم اول ما يوصل للدم لبالمنر كابيلرز او يرجع التفاعل يتعكس ايون يديك كربونيك اسد في وجود الكربونيك انهايدريز اللي هو كان برضو كان موجود يدى يعني تفاشا العكسي يكونوا ويكسروا يديك الهيدرشون ضي هيدرشون اكسايد يعني يدعه المية ويديك كمان السنوكسيدي Cristo تركيز المية اكسسين عمل يزيد 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 يرتفع يرتفع بفعلا فعلا تركيز السنوكسيدي كربون أصبح هنا في الوعاء الدمه ده أعلى منين من الهواء وبالتالي يبقى كده تخلصت منه يبقى ده الهايدروجين ايون يرتبط مع باي كربونات هو يوم يديك الكربونيك آسل فوقري كربونيك الهايدروجين وقلت عليه ده يوم يكسر الاي يمنع بقى ان هو يتحول تاني الهايدروجين يتحول بعد كده المياه وسان اكسيد الكربونيه المياه طبعا يبقى في الورين والكربون ده اكسيد اكس بيلد اوتسايد عن طريق النقطة التانية بقى خلصنا كده الكلام على الانترنال ريس باريش الوقت الدم جاي لك الوقت محمل بايه بعد ما حصل محمل بيه هنا جاي الدم هنا محمل بايه بالاكسوجين وصل لمين هنا للسيلز السيلز هنا ايه بعد نتيجة الاي ده يبقى محملة بايه بالسان اكسيد الكربون فيحصل ايه يحصل اكسيد ننكلم الاول على الاكسوجين بعد نكلم على السان اكسيد الكربون الـ gas exchange between blood and systemic capillaries والتيشوف لويد او التشو سيلز او السيلز لانا فيه هنا ايه وصله كده لازم توصل ايه والتيشوف لويد الواد السيل ده البرشة الرئيسية الأكسوجين يبقى يبقى هنا ده اعلى وهنا اعلى يبقى الاكسوجين يحصل لويد يبقى يبقى الاكسوجين يبقى ده انوه البلوط التركيز apology السيلولار ريس باريش. اهدى الاكسومجلوبين اهو ده شعار الدموية الهيه الجهازية سيستيميك واصلة عند السيلز الوقت الخلايا محتاجة ايه الاكسوجين ايه محتاجة الاكسوجين طيب يبقى ده لازم الاول يتخلص ايه من الاكسوجين يرجع تاني يبقى ده اكسومجلوبين يطلع الاكسوجين يزيد تركيزه يزيد تركيزه ايه يطلع داخل السيل اللي انت شاهدها دي. لكن سانوكسيد الكربون في الحالة دي ديفيوز انتو ذا بلاد. ليه? اتنترز ذا ريد اه بلاد سيلز اه از اسمول امونت تكن باي ذا هموغلوبين فورمين الكربامينو هموغلوبين. اه موست كربون داوكسايد ويل بي كونفرتد انتو اه كربونيك اسل باست كربونيك اناهايدريس. يعني انا الوقت عندي ايه? سانوكسيد الكربوني. اللي خارج منين? من الخلية. داخل ايه? داخل البلاد. خلاص انا متخلص منه. هيدخل قوة البلاد يلاقي مين مستنيه? يلاقي المية. في وجود الايه? سانوكسيد الكربون. في وجود الكربونيك انا هيدريس الموجود في الاربوسيز يوم يحاوله لك لايه? ليه? كربونيك اسل. كربونيك اسل دا ايه? ده حموض ضعيف. يتحاول يبقى ايه? اه يحاول يبقى هيدرسون اين وباي كربونيت. مو اعظم سانوكسيد الكربون بيقولك بيمشي فيه بلازمة على ايه? باي كربونيت. لكن في جزء صغير منه بيرخل فين? في الاربوسيز ويتحد مع مين? مع الهيموغلوبين. وديك حاجة اسمها الكربامينو هيموغلوبين. الكربامينو هيموغلوبين. ده جزء صغير من الايه? وبتاليه لك دور الهيموغلوبين. ترانسبورت اف اوكسجين. and assist in the ترانسبورت اف كربون دا اكسايد. وده بيساعد بس في نقل جزء اولي. لانه معظم سانوكسيد الكربون عليك باي كربونيت في البلازمة. جزء منه بتحد مع الهيموغلوبين. وديك الكربامينو معلومة يعني الجانبية. لو اتحد الكربون اوكسايد. مش الكربون دا اوكسايد. مون اوكسايد. مع الهيموغلوبين يديك حاجة ما يسموهاش كربامينو. يسموها كاربوكسي هيموغلوبين. والكاربوكسي هيموغلوبين ده ربطة permanent. found unable to destruct. يعني غير قابلة لكسر. وبالتالي يفقد الجزء الهيموغلوبين القدرة بتاعته على نقل الغازات وبالتالي يحصل الاختناق وتموت. نتيجة تعرضك لأول اوكسايد الكربون. لكن سان اوكسايد الكربون ربطة able to destruct. تكسر على طول. وارجع تاني يبقى حر يروح ينقل ايه اجزاء اخر. يبقى after dissociation خلاص لما يحصل dissociation للبيكاربونات. ايونز ديفوز انتو زا بلازمة والهيدروشون iron will form and reduce the hemoglobin بالشكل ده. يبقى انا عندي الوقتي الكربون ديوكسايد مع الووتر هيديك الكربونيك اسيد. اللي يحصل له طبعا فوق جدا الكربونيك انا هيدريز. هيتحول ليبقى باي كربونات يفضل يتحرك لحد ما يوصل للانج ويحصل التفاوية بالعكس عشان يتخلص في من كربون ديوكسايد. وبكده يبقى هنا حصل لنا هنا الاكسترنال ريسباريشن. اللي هو الاكسشينج اوف جازس بتوين البلود عند الاير. ناخد الاكسوجين ونتخلص مثلا اكسري كربون. والانترنال ريسباريشن هو عبارة عن اكسشينج اوف جازس بتوين التشو عند الايه البلود. هتاخد الاكسوجين وسان اكسيري الكربون هيرخل جوة الاربسيز كده او يدخل البلود يتخلص من تشو يدخل البلود هنا في السيستيم الكابالر زي ما انت شايف كده هيرخل جوة هنا عند لقى المية هيلاقي السان اكسيري الكربون وديك اللي هو الكربونيك اسد ضعيف يتحول يبقى البيكربونات والهايدروجين. والبيكربونات هتطلع في البلازمة الهايدروجين يرتبط مع الهيموجلوبين والديك اللي هو الهيدروجين المحمل الهيموجلوبين المحمل بالهايدروجين. وكده خلصنا التنفس والية التنفس والية التبادل الغازات او الهيموجلوبين تشو والبلود و الهيموجل